من جديد وبوتيرة أشد مما عاشته محافظات شمال وغرب العراق عام 2014 تعود ليالي الرعب وأيام الاضطهاد إليها على أيدي القوات الحكومية وميليشيا الحشد الأنبار نينوى صلاح الدين التأميم ديالة وحزام بغداد مناطق تشهد في هذه الفترة حملات اعتقال عشوائي ومداهمات ليلية وإهانات على المعابر وحواجز التفتيش لفظية وجسدية وفقا لما أكده ناشطون ومسؤولون محليون لصحيفة العرب الجديد فإذا كنت من هذه المناطق فأنت معرض بشكل يومي للاعتقال والتعذيب دون تهمة سوى اتهامك بالانتماء لتنظيم الدولة لتصبح بعدها تلك المناطق مستباحة الأموال والبشر ولعل هذا المنطق الذي تتعامل به ميليشيا الحشد وقوات الحكومة شكل موردا ماليا للقادة والزعماء المسلحين حيث وصل مدخول بعضهم شهريا إلى مائة ألف دولار من خلال عمليات الابتزاز للمواطنين وكل ذلك ورأس الحكومة على علم بها من خلال تقارير أمنية ترفع له باستمرار عن يوميات غرب العراق وشماله وتفيد العرب الجديد كذلك بأن حملات الاعتقال ترافقها عمليات تعذيب لإرغام المعتقل على الاعتراف بجرم لم يرتكبه إطلاقا وعلى أساس تلك الاعترافات يجري ابتزاز ومساومة لأهل المعتقلين وهذا ما أكدته بدورها منظمة هيومين رايس ووتش في تقريرها التي اتهمت فيه قوات الجيش والأمن وميليشيات الحشد بممارسة الإخفاء القسري لعشرات الآلاف من الرجال والأطفال من السنة العرب تحت ذريعة مكافحة الإرهاب الرعب والخوف المسيطر على الأعداد القليلة من العائدين إلى مناطقهم بعد انتهاء العمليات العسكرية دفعهم إلى التفكير مجددا بالنزوح إلى المخيمات كما أنهم أحجموا عن بذل مجهودهم الفردي في إصلاح منازلهم بدون دعم حكومي أو دولي هذه الوقائع تجري بشكل يومي دون كاميرا ترصد أو صوت حقوقي يتجرأ على الإفصاح بسبب القمع الصحفي الذي يمارسه حملة السلاح في تلك المناطق كما تصف صحيفة العرب الجديد